مشهد لم يعد مفاجئاً فبعد أن فقدوا الأمل في أي تحرك أو إجراءات عاجلة علها تعيد تفعيل ملفات علاجهم وتخفف من آلامهم ومعاناتهم في المملكة الأردنية اختار هؤلاء المواطنون الليبيون أن يكونوا صوت المئات بل الآلاف من الليبيين الذين يعانون الأمرين في مستشفيات الأردن التي قررت بعد سنوات من الصبر وتراكم عشرات الملايين كديون أن توقف علاجهم يا سيدة بيبة حرام عليك أنا صاحب عيل يبكي ليل ونهار حتى النوم عشر قطة اليوم لي شهر جاي وراقض هنا حتى الميزانية اللي جيبها معاي ما كفتنيش في الإيجارة ولا في الماكلة والاشتراب حرام عليكم اللي يديروا فيه فينا ريحونا حتى احنين اللي جينا صحاح من غادي ومرافقين مرضنا قال لي عندها مريضة زيديا مرض ليها عليكم غير تكذبوا على الشعب الليبي احنين واحنين والدور من منصة لمنصة ومن بلدية لبلدية وتكذب عليهم وخربت بيوت الناس غادي بالزواز وفكرة الزواز اللي درتها لي خراب هاي الفلوس اللي منحتها ثلاثة مليار أعطيت منهم حتى مليون انت هنين لوردن بس احنين حنين في شاكلنا خمسة وعشرون مليون دولار هذا هو المبلغ الذي يطالب به مركز الحسين للسلطان الليبيين لاستئناف علاجهم خمسة وعشرون مليون مقارنة بعشرات المليارات من أموال الليبيين التي استغلت لاستعطافهم كمنحة ومنها ما اتجه مباشرة لجيوب المسؤولين الذين أغرقوا البلاد بفسادهم تاركين المواطنة ليتحمل الويلات نتيجة طمعهم رسالة الوزير الصحة ورئيس الوزراء ورئيس الحكومة ورئيس البرلمان يدرون حل سريع وشوفوا الناس اللي طايح بهم من الأجل هنياهي كلهم سواء عقم أو رام كلا أمراض تانية طلب يدرونهم حل يحولونهم فلوس يعني نحن تمنا نتحشموا حتى نمتشوف الشارع المشاشفية تبنى ديون الجامعات تبنى ديون باي الفلوس وين نحن يعني جتنا فترة كورونا وقفوا معنا مرة وحدة مفيش بنت طواري الصفارة لازم حتى يعطوها فلوس بيش تصرف دير بنت طواري في ناس جي ما معاش فلوس في ناس كمنا الفلوس عندهم من يبيعطيهم في اللي يخذوا عندها جرعة اليوم ما خذاش في اللي جاب رسالة الحسين ما باش يقبلها صرف باع سيارة بعدين من يبيع بحوش وخلي العيال الأخرين في الشارع عبد الباصط البدري السفير الليبي لدى الأردن الذي استلم مهامه منذ فترة لم تتجاوز الشهرين كشف عن وجود تلاعب وتجاوزات في الأسعار وديون في بعض المشافي الأردنية الحكومية مؤكدا سعيهم لتدقيق الديون حرصا على سدادها بالشكل الصحيح مع التجديد على ضرورة حل هذه الأزمة بشكل عاجل لرفع المعاناة عن المرضى الليبيين مشيرا إلى قرب حل الأزمة خلال اليومين القادمين مؤكدا أن السفارة لم تستلم أي مبلغ من الحكومة لدفع الديون المتراكمة والحمد لله رب العالمين بإذن الله هاليومين اعتقادي في 24-48 ساعة نحن نعمل من الحكومة الحكومة الليبية بالتحديد وزارة الصحة وزير المالية رئيس الحكومة وزيرة الخارجية يعني النظر في هذه الحالة الإنسانية لهؤلاء المرضى الليبيين في الأردن والمرضى الليبيين اللي هما يتعالجوا في أكاديمي التوحد هالجسمين هؤلاء الاثنين المركزين بالذات ليه يمكن استهالة بهذا المرض يعني ليه يمكن استهالة بهم ناس قاعدة تقطع عسامهم وتقطع عسادهم وتقطع عرواحهم يعني نتيجة نقص العلاج الشهر الماضي توفى لنا أكثر من 16 حالة لا يوجد أي مبالغ دفع أتلالة السفارة ولا عن طريق وزارة صحة ولا شيء لاسبوع ولا غير لا يوجد هذا الكلام غير صحيح المرضى اللي أمامكم في الأردن هنا وفي السفارة اللي بيها تواجدوا الآن واللي هتغلق عليهم أبو بالعلاج يعني نجدوهم أنهم يشدوا على يديهم في حل هذا ملف فورا ملف إنساني وأخلاقي وعاجل فورا أنه لازم يحسن بأكبر قدر من الاهتمام والأهمية بين صراع الساسة وفساد المسؤولين ونظام صحي يعاني من أزمة هيكلية بنيوية عميقة يقع المواطن الذي لم يجد سوى المزيد من الأزمات التي أثقلت كهله وزادت من معاناته